المفترض اللي بيقرأ يعرف وبيقرأ ايه فيقرأ الاية اللي فيها يكتمل المعنى لكن هو اللي بيصلي آلي مش عارف في اية عذاب ولا سواب وقطع الاية وقطع المعنى مش كده القرآن مش كده وبالتالي ده عملية ايه احنا بنصلي صلاة كده يعني يعني عايز يعلم نصلى لكن الاصل في القرآن يقرأ الاية ويتم المعنى ويقف على رأس الاية ويقف على رأس المعنى حتى يستطيع انه يستفيه من الايات لكن على اذا كاننا بنتكلم عن صحة الصلاة فهي قراءة الصورة سنة اصلا قراءة الصورة بعد الفتحة سنة فلوه لم ارهاش اصلا صلاة صحيحة يعني لو ارى الفتحة بس اصلاة صحيحة اي ايه تانية بعد الفتحة ايه سورة تانية بعد الفتحة سنة سنة فلا كنتين دولانيين يقرأ الفتحة بس طبعا نحن مررين تمام الصلاة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لو ما عملش صلاته صحيحة يكتفي بالفتحة لكن لو رحل الفتحة إيه فكرة من فتحة أيها إيه الحديث كده لا صلاة إلا بأم الكتاب من الحديث صحيح أيه بس إيه الفكرة يعني الفتحة دي يبقى لها حلقة يبقى لها حلقتين ثلاثة أربعة مش حلقة واحدة بس غريبة جدا أنا قلت للحلقة اللي قبل فاتت المنفقة للدين الرازي ألف صلت الفتحة في أول تفسيرها أستطيعا وأقو أن أذكر في هذه الصورة عشرة آلاف مسألة فنبقى نجيب صلت يعني نصلي لا تجد الصلاة إلا بالفتح في كتب الكتاب غير الفتحة يا جماعة ولا مش حدث لا ده موضوع التاني لا أصدقل هي فتحة أم الكتاب قال أم الكتاب تعبير القرآن وإنه في أم الكتاب أم الكتاب العلماء قال أم الكتاب الفتحة لما بيعملوا كده الفتحة للنبي لا أول تقص نحن كمصريين بالذات دين شعب دين شعب الله طيب عشان الوقت عفوا من الوقت بيجري مني لذلك الأربان والولاق قد يأتينك سبعة من المثاني والقرآن العظيم بعدما يقول سبعة لسوة الفتحة قالوا يا العزيز إن لنا إن له أمان شيخاً كبير فخذ أحدنا مكانه طيب جدعان ها طيب حاجة حلوة ها هي ها هي بقى يعني رجالة جدعان هم عايزين ياخدهم عشان أبقوا عشان أقسموا يعني هل دي كان نعمل بيسموها الإنجليزي الفيشنج يعني يعني إيه زي ما قولك إيه ما بتاكلش إليه ما عجبكش الأكل ولا إيه يعني نوع من الخد حد مننا يعني نوع من فيك يعني لأن بعضهم كان عنده حرقة لو أخر هتكلم بعدهم دوقت على طول طيب تفضل كم من دوقت قال لهم إيه قالوا خلاص ده ما هو ما فئ بس أنا عايز أقول حاجة هنا إن المعارض عليه الصف عليه السلام إنه ياخد واحد منهم وضع قاعدة لينا إيه بقى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدناما تعانى عنده إن إذا لظالمون مفيش حد يتأخذ بقليلة التاني معاذ الله أن نأخذ نأخذ chairman ما قالش إلا نأخذ اللص أو السارق إلا أن نأخذ من وجدناما تعانى عنده لأنه عارفنا هو مش سارق شفت عابل القرآن من إذا لظالمون ما ينفعش أظلم ما ينفعش أكون ينا مظلوم أن نظلم الناس مش معنى أننا مظلوم أننا أتصلت على الناس ويظلمهم لا وبالتالي دي تاني معاذ الله في القرآن في سورة يوسف سيدنا يوسف عليه السلام عشان كده بقول معاذ الله دي منهجية منهجية إننا لما أكون عندي شهوة أستعيذ بالله شهوة جنسية أو شهوة منصب أو شهوة أستعيذ بالله وشهوة ظلم للناس وقدامي فرصة ودول ظلموني دول ظلموني وألقوني في الجب وأخرجوني وكنت عبد وكلام ده لكنه استعاذ بالله قال أنا عاز الله أن نأخذ إلا يستعيذ بالله منه أن يكون ظالما طيب فلما استيأسوا منه خلاص استيأس فلما استيأسوا منه خلاص ونجي يعني أخذوا على جنب كده بعضهم وقعدوا يتشاوروا نجي من المناجاة يتكلموا بيدوء وبالراحة وبصوت واطئ يعني هنعمل إيه في المصيبة اللي وقعد فينا دي فأخوهم وقال لهم إيه بقى أيوة انت سؤولوا قال لهم لا خلاص أنا بالنسبة لي مستحيل أرجع لولدي أنا مستحيل خلاص ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثوقنا ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرحا أرضى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أنا عندي الأخ دعم الحاكتين الحاجة الأولى نية أنه في الأول ألا تقتله يوسف ألقوه في غيابة الجنب وفي الحالة التانية قال لا أبرح لا أبرح أنا أمضى هنا قلت ما أدارش نروح لوالدي كده فإحنا دايما بنقول إن الشر في بعض الخير فمن عم ما مشي دايما على كل الناس وكل حاجة مهما كان الشر ولذلك أنت ما تقعدش أقولي الناس كلها الناس كلها فيهم خير ولما حد يبقى فيك خير يجب كل الخير لكن أنت كل الناس سودة وكل الناس زفته وكل الناس مجرمين وكل الناس ظريمين الأخذ مش يفضل لأنت وحدك كل دا ويوسف قال يتفرج عليهم في المصيبة السودة دي هو القرآن بيديه درس بيديه درس دا الناس بازد عصبها بازد يعني الناس اللي لما أخوهم دوله وتأمروا عليه وأرادوا أن يقتلوهم مش يتعلموا وإحنا نتعلم بعديهم إن كل مكر لابد أن يفشل وكل كيت لابد أن يفشل وكل خيانة لابد أن تفشل وتتعامل بعكسها تتعامل بعكسها تماما لما هم أخذوا يعني أرادوا أن يقتلوا يوسف بغية محبة والدي فأحبه الله سبحانه وتعالى وأصبح أكثر حباً لوالدي أرادوا أن يبعدوه فأصبح مكانا أرادوا أن يكونوا لهم المكانا فرحولوا كده إيه أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً بس بيكزب يا دكتور تاني ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق هو شعرف هو قدامه فعلاً أنه سرق هو يعرف منين من اللي بيتكلم هنا أخوهم أخوهم اللي مش عايز يروح معهم أخوهم اللي كانواف معهم ويقولوا للملك إن كان قد سرق هم هنا مؤمنين أنه فعلاً سرق ومعرفوش هم يعرفوا منين هم مش بيتبلوا عليه لا هم بيتكلموا على سرقة المكيال هنا هم مش بيتبلوا عليه هو لأنه قالوا أخوانا من اللي سرق مش عارفين فقلبوا فلقوا عن فيه خلاص فحرامي بالنسبة لهم آه مش يعني مش بعود لا مش بعود لا هم عايزين يقولوا بقى لما قالوا أنه سرق قال هم مواخدين على كده بقى أخوه كان زيه آه بس هنا لما بيقول لهم ارجعوا لأبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق آه في علمنا كده سهدنا إلا بما علمنا ده احنا شفنا عين ده عيننا نعمل أي فالتسهروا اللي تعفئي عندهم آه وما كنا الغيب حافظين واسأل القارية التي هنا بقى جاب طيب ما جبتش أديلة ليه بقى ساعة قالت له قلت له أكناه الزئب ساعة قاله جاب آيو آيو هنا اسأل القارية هنا بقى في أديلة بقى اسأل خيرت له كنا فيها والعين التي أقبلنا فيها وإننا الأصادقون آه سوري معنش القارية هنا أصدوا الناس اللي جايين معاهم من القبيلة نعم نعم لمصر آه الناس اللي جايين من البلد ومن القارية ومن الناس والعين التي كناها واسألوا الناس شافت الموضوع لأنه أذن مؤذن أياته العين وإنكم نسارقون مين بيرد دكتور آه مين بيرد بيرد عليهم قاله بل سوارت لكم أنفسكم سيدنا يا عقوب شوف شوف النقلة شوف الكت آه يعني هم لسه بيتكلموا مع بعض وقال ما لن أبرح هذه الأرض وقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبنا إن ابنك سرق وما شاهد واسأل القارية وبعدين فالأكادت كده قال بل سوارت لكم أنفسكم آه نقلة كت فضيع هو إنت يعني الناس اللي متخصصين في القصص هاجني ده أحسن القصص على إطلاق طبعا أحسن قصص على إطلاق هو لو طول بعد كده كتبقى يعني لا خلاص هو مشهد خلاص خلاص المشهد ده كتبقى على أبو طب فضلك عشان وقت بي يجري لا لا شخص سيد أود بيقول لها دكتور الشيخ سيد دايما يتكلمها مشاهد يقول لك المشهد الأول كذا آيوه صحيح بعض الناس ممكن فكر أن الدكتور بيكلم على السنة بس ده فعلا الشيخ سيد أود بيحولها إلى مشاهد طب سريعا نكمل طب يعني هنا هنا ما كانش ما كانش في شافرة بينه بين يوسف اللي هي إيه سيدنا عقوب قال بل سويت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل عسى الله أن يأتيني بيهم جميعا إنه عليه إنه هو العليم الحكيم نعم وتولى عنه نعم وقال يا أسف على يوسف يا أسف على يوسف وبيضة تعليم يعني ما كانش في شافرة هو إحنا الشافرة نقول لها رؤى من مفسرين رؤى من مفسرين ده مش نص قطعي ونزلك تلقى أمام القرطية رحمه الله يقول لك وفي هذه الآية 17 قولا يا أستاذ محمد القرآن الكريم هذا كتاب معطائي اليوم القيامة ولو أنما في الأرض من شجر للأقلام كل الأشجار في الأرض أقلام والبحر يمدوه من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلماته الله فالقرآن معطائي اليوم القيامة ربنا خلق العقل يا أستاذ محمد وخلق له عملا فأقول لك كل ما تفكر في القرآن يعطيك كل ما تتدبر فيه يعطيك إلى يوم القيامة مش منتهي فعلشان كده أنا بقى ممسدق يا دكتور بعقلي أنا وقد يكون عقلي جاهل ودي حية ما هو عقلك أنا ممسدق أن يعقوب لم يكن يعلم أي شيء عن الخطة ربما لأنه بيضت عيناهم مش كده يا دكتور نعم من الحزن ده القرآن الكريم بيقولي فهو كظيمة يعني وكأنه سيدنا يعقوب بتتعمل فيه تجارب هو لا يعلم ما صرها ولكنه مستسد بالله هو ربما ربما يعلم من الله سبحانه وتعالى جزاء الصبرين وجزاء الثابتين وجزاء الثابتين تلقب منه ما يعرفش التفاصيل يعني فيه حاجات كتابة ممكن نتكلم فيها بس أنه أجمل كل شيء اللي ميادت فيه نص صحيح سامت مستطيع أن أقطع به طيب أنه أجمل أنه أنا أبقى يعني سيدنا يعقوب عارف عارف أنه أنتو بتلعبه وعارف كذا كذا وربنا هيجيب لي يوسف ولا أنه بشر بني آدم بني آدم طبيعي جدا فجأة بيتكذب عليه وبيتعرض لأزمات ويصبر زي سيدنا هو أنا المفهوم في هذه أنه هو بيعيش الأحداث معيشة حقيقية حقيقية ده الأجمل وليس تنسيلية وإلا إيه يعني الكرامة لسيدنا يوسف إذا كان عارف أنه هو تنسيلي بزار وأنا دمنا لسه أصلا هنا كنت عايز أقول لحضرتك أن الصورة دي رغم التفاصيل دي كلها بتبدينا منهجيات لازم نطلع لازم وقول المنهجيات دي إيه فالمنهجيات دي إن فعلا الرجل كان عنده شهب وعنده مشكلة وراجل يتحبس وتأذى في الحبس وراجل يترمى وراجل كان نشتغل بدل ما هو ابن الابن الأنبياء أصبح رقيق بيباعه واشترا في السوق فكل اللي ابتلقات دي ابتلقات حقيقية تبدينا فكرة أنا سريع الابتلقات دي عشان الوقت بيجري مننا نحن لدي التعامل مع البلاء مثلا نحن عايزين نقول نحن النموذج اللي حضرتك عطرته نوضة رائعة جدا إن إحنا ممكن نعيش في كل آية مع وحديها لكن الصورة والقرآن كله بدي منهجيات مش تفاصيل بعض الناس بيعيش مع التفاصيل ويسيبه لكن منهجيات إيه المنهجيات عشان يعيش بها نهاردة بقول لك منهجيات البلاء زي ما دا كان عنده بلاء أي حد عنده بلاء لازم أن تصبر فاصبر صبرا جميلة زي مثلا وبرضو وانت صبر وانت في البلاء اوعى وانت تقول عشان أنا مظلوم فانه أظلم الناس أو أقل حق الناس أو أنا كمان أبقى ظالم لازم مع عز الله دي كمان تبقى صفة للمظلوم ما تبررش لنفسك كونك مظلوم أنك تظلم الناس مش مع أنك إنك مظلوم تقعد بقى ساكت وتقول أنا مظلوم وأنا هصبر لا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه اتحرك وابحث وخب الأسباب وربنا يفتح لك لكن ما تقول ده ما دي ما فيهاش فايدة ودي ما فيهاش فايدة ودي عملتها قبل كده وما انفعتش مش هتنفع سينا تعلمنا السورة بتعلمنا حتى كنت مظلوم خب أي أسباب متاحة فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله لا تيأس اليأس قرار إعدام اللي بتأخذ لنفسك اللي بيأس قرار إعدام بيأخذ لنفسه هو اللي بيأخذ لنفسه قرار إعدام لكن طول لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون لأن المؤمن المؤمن الحقيقي يعلم أنه كلما أغلقت أبواب أفتح الله أبواب أخرى وأن الأمور بيدي الله سبحانه وتعالى وربنا هو الرازق والمحي والمعطي والمنع فمش معنى أن حساباته فشلت أن الأمور انتهت مش معنى أن الأسباب غابت مع أنه سيدنا يونس عليه السلام غابت كل الأسباب وكان في البحر وكان في قلب الحوت وفي الظلمات لكن ما نسيش أنه فيه باب ما يتقفلش أبدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مظلمين فاستجابنا له ونجيناه من غمي وكذلك ننجي المؤمنين كل الناس اللي هتيجي بعدك ما تيأس تيأس لي الله رزاق سبحانه وتعالى إذا راحت منك حاجة هجيلك حاجات الأمور بيده سبحانه وتعالى والعطاء بيده سبحانه واللسك بيده سبحانه فترمي نفسك عنده في حاب الله سبحانه وتعالى تأمن وإذا فقدت شيء سيعاوضك الله أشياء سبحانه وتعالى والدنيا كلها ليست شيء والدنيا كلها ليست شيء وبالتالي فأنا بقولي اليأس اللي يوجد له أنا عايز أقوله كل مبتلأ وكل واحد في أزمة لا تنظر للدنيا من زاوية الأزمة بتاعتك ولكن ننظر إليها من ارتساع السماء ولطف الله تعالى ورحمة الله تعالى لو كل واحد نظر من خرم الزاوية بتاعته والمشكلة بتاعته بلاء بتاعه هدايا سعودة وفهاش أمل لكن لا وانت في الجب بتاعك انظر إلى رحمة الله ولطفه وانت في السجن بتاعك تيقن رحمة الله ولطفه وانت في المرض بتاعك تيقن في دن لا تنظر إليها من جب ابتلائك ولكن ننظر إليها من رحمة الله سبحانه وتعالى وابقى متيقن بقى ان ربنا يا أستاذ محمد كل واحد في بلاء يخرج منه بميلاد جديد انه بيتعلم حاجة جديدة ربنا بيثبته سبحانه وتعالى بيفتح له أفاق أخرى يخرج من بلاء ربنا بيفتح له سبحانه وتعالى وهذه سنة الله تعالى في الابتلاء ابتلاء السيدنا يوسف عليه السلام توجد بفتح وتوجد بتمكين وتوجد بالنص وأجمع الله له أهله وأجمع له ذرياته ومكن له في الأرض وكذلك مكننا ليوسف في الأرض كل هذا يعني سمرت الابتلاء والسنة اللي تعالى في الابتلاء فبالتالي دي منهاجية من فضنص أصحابها النهاردة وبكرة وفي كل مرحلة المراحل طيب معلش دكتور عندي بس ملحوستين والوقت بيعدي خلاص يعني بس أنا لازم نتوقف عند الملحوست أنا متأكد أن سيدنا يعقوب كان حزينا حزن بشري فعلا ولم يكن يعلم الدليل على كده قالوا طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون لهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هو القرآن لم يقوله بيضط عين وحزني بقى حزن حزن حتى حزني بيضط به العين مش مجرد حزن يعني من كتر إدماره في نفسه أثر على صحته بقى لا يوصل أيها الملحوزة التانية اللي لحظتها هنا دكتور حضرتك ذكرت منهجي التعامل مع البلاء نعم وأنا وحدك بتذكرها دلوقتي الزمن يعني دول عشان يسافروا لو افترضنا أن هما مقيمين في شمال العراق بعض الناس قلت كده يعني ممكن بياخدوا أكتر من ثلاث شهور عشان يروحوا ثلاث شهور هما جايين فكل في الفتح وبعين إيه يقعدوا في النص شهر مسعبين ما يجهزوا القفلة والحاجات لأنه مش رايحين جايين تصدر فاحنا بنتكلم على سبع شهور مسع نص سنة تقريبا سيدنا يوسف بيعمل المخطط ده سيدنا يعقوب بيتأذى جدا والحزن يأكله وتكون حتى تكون حرضا وهم مصابين ومكلومين لا يعني ربنا ما بيذكرش وكأن الزمن لا قيمة له في الابتلاءات في الابتلاءات أصلا احنا الزمن في حياتنا كل ولا حاجة إن يومنا عند ربك كألف سنة مما تعدون فالواحد لما يستطيع على نفسه ما هو العلماء بقوله إيه مثلا ما هو في آخر الصورة دي سيدنا يوسف بقول إيه بقول قد جعلها ربي حق الرؤية دي قد جعلها ربي حق مش كده فلا لا أنا مش ربي حق يبقى هنا فاكر أول آيتين في الصورة إني أرى صورة عند رأيت أحد عشرة وكبان والشمس وقرب هنا بقول قد جعلها ربي حق يعني نفذت هذه الرؤية العلماء بيقولوا ما بين الرؤية وبين تنفيذها ربعين سنة آه زي ما حدك بتقول كده فالزمن الزمن هي الدنيا أسطن ضر الابتلاء والابتلاء ده مهما طال فعند الله لا شيء في سواب الله لا شيء وفي فضل الله لا شيء في نعيم الله لا شيء في أجل الله لا شيء لا ده في الخير وفي الشر في الخير وفي الشر يعني إحنا ما نعرفش قعد كام لم ينسكر القرآن الكلمة قعد كام على العرش والأخواته جم ما ذكرتش سيدنا نوسى نفسه لما دع على فرعون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحد ربنا اللي يضل عن سبيلك فاطمس ووجع الأموال فلا يؤمنوا حتى يروا العزب الأليم قال قد أجيبت دعوتكم والعلماء قالوا إن الإجابة دي تنفذت بعد بعين سنة الإغراق آه صحيح يعني مش أجيبت دعوكم الثاني يوم أغرقوا أما أنا ده اللي عايز أقوله بقى في التعاون مع الابتلاء زي ما حدك ذكرت إن بعض الناس تحس فصبرا جميلة أنا هزبر بدلا ما هزبر ست شو هزبر أسبوع أه معاك أسبوع كده آه أخرا السبوع ده ما فيش باع عندي ما تخلقوا بنيش إنه لا تيأسم الروح له لكن يصبر وإيه اذهبوا فتحساسوا خب بالأسباب آه اتحرك اجري روح لا وبيشكوا بثوا حزن إلى الله آه لكن ما تعرفش قاعد في البيت وتقول لسه أنا صعب دم الصبر دم الصبر الصبر أن تأخذ بالاسم الصبر الإيجابي أن تشكر الله سبحانه وتعالى وتأخذ بما لديك من أسباب أقليل الأسباب مع التواقع سبحانه وتعالى يفتح الله به الأفاق لكن ما لا يأخذ بالأسباب هذا ليس صابر فيه فرق بين الصبر الإيجابي والصبر بمعنى الاستضعاف تمام المشهد الجميل بقى لما شافه أخوه أخوه قالوا يعني قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله يهم عرفوا بعد أخوه آآآ إنهما يتقوا يصبر فإن الله لديه عجل المحسين هنا بس إيه قالوا طالله لقد يأثنك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يعني يخفر الله لكم وأرحم الراحمين هنا أنا عايز بقول تاني إن الأرحم من يتسهلش في تقطيعها هذا معلقهم شباق في الميدينة عنه وبتاع يعني لا ده هو بيلتمس لهم العزر يعني أنت يوسف قال له أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ده أنا يوسف اللي أنتو حبستوه اللي أنتو في الجب وأنتو مجاهلون يعني هو بيلتمس لهم العزر قالوا فلما دخلوا علي قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الدور وجئنا ببضاعة مسجاه أو فلان هو في المعاني كتير قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وإخير إذ أنتم جاهلون إذ أنتم قالوا إذ أنتم إذ أنتم جاهلون يعني بقول لهم أنتم كنتش فقدين بالكم قالوا شو كنتوا ظلمين كنتوا مفتريين كنتوا جبابرة كنتوا كذا قالوا إذ أنتم كنتوا جاهلين كنتوا تجهلون الحقيقة كنت تفهمين كويس شوف شوف أنا هأخذ ألم ما أقعد أطع في الناس هأخذ ألم أطع في الأرحام وبالتالي بقول التسامح والعفو لا تسريب عليكم لا عقوبة عليكم لا يعني قطيع بيني وبينكم لا نتحدث في الموضوع دا ولذلك كان كبيرا في كل تصرفاته ولذلك استحق أن يكون يوصف علي السلام دي بقى هنا بإخواته بيقولوا لأبوهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحة يوسف الحب له ريحة تمام هنا قالولو قال protoه الله إنك لا في ضلالك أما مين بأ له مين بأ أحفاد مش الأولاد هناك آه زمان قالولو انت الأولاد مع هناك آه مع يوسف آه مع يوسف هناك هذا لسه هم طلعين من هناك فهو بقول لأحفاده موجودين معاه إن أولاده هناك مع يوسف قالوا طا الله إنك لا في ضلالك قديم فلما جاء فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه عالتد بصيرة قلم أقول إليكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون أعلم أن ربنا بيفرج الكرب أنا أعلم أن ربنا سبحانه وتعالى بعد العصر يسر أعلم أن ربنا سبحانه وتعالى هنا أعلم أن الله مش المقصود بها أن أنا حسيت بريح يوسف والحاجات دي حس حس بس أزول مش المقصود بها أن أنا أعرف لا أعلم من الله ما لا تعلمون أعلم أن بعد الكرب فرج وأن بعد عصر يسر وأن بعد ضيق الفرج وأن الدعاء يجاب وأن الله تعالى لا يغفل عن عبادي وأن المكر لا يحيق إلا بأهله كل دي قواعد سبتة يأخذها سيدنا يعقوب وكل واحد على وجه الأرض اليوم القيامة لازم أن تبقى عندك عقيدة ربنا مش غافل عن حد أنت عمل تقول ده هم حتى وإحنا بنتناول الجزء السياسي بنقول هم عملوا كذا وهم مكروا كذا حتى لو إحنا معرفناهاش ولو غطاه والناس ما شفوهاش ربنا ما بيخفاش عليه الشيء ويفضح كل ده وهيجي وقت يفضح كل شيء لأنه قال ولا يحيق المكره السيء إلا بأهله أنت خبيها على الناس وتظن أنها ماتت وتظن أنها اتدفنت وتظن محدش يجيب سيدها وربنا هيفضحك في الدنيا قبل الأخيرة ما فيش حاجة بتغيبها من ربنا سبحانه وتعالى طيب هنا بقى يرجع العيال الولاد يعني قالوا يا أبانا استغفر لنا زنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم لسه برضا سيدنا أقوف في نفسه حاجة سوف يعني ده بعض العلماء يعني ده أسلو الإنسان برضو مش فيش أشغله وسماحة بأسماحة وشغله فأستغفر طيب خلال سوف أستغفر ده بعض لكن بعض العلماء قالوا إيه قال أجل الاستغفار لوقت الصحر لوقت الصحر الصحر بيوفيه دعاء وقت الصحر هو إيه السلوس لخير من الليل يعني أيوة فده موجود وده موجود طيب فنم آخر حاجة عشان وقت فعلا طول قوي هنا بقى مين بيكلم ربي قد أتيتني من الملك هو دي يا أستاذ محمد أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الدالة لما بدأت بالحلم بتتقفل هنا دي ما كان القفلة دي ما كان القفلة بس أنت هنقول للعالي إحنا مش هنخلص صورة يوسف في النهار ده بس عشان خلص إيه صورة يوسف مش هتخلص ليه بقى لأن إحنا أصلا إحنا عندنا شوية منهجيات في الكل في الإجمالي لكن أنا عايز أقول للنساء اللي دي مهمة أو الوقفة اللي هو فيها حلق دي قفلة الدالة دي أخطر حاجة في المضوع كله كله سيدنا يوسف عليه السلام نجاه الله من الجب ونجاه الله تعالى من العبودية ونجاه من كيد النساء ونجاه من السجن وأعاده إلى الملك وأعاد إليه أهله جميعا تشكد كل الكلام ده ونجح وخطط وبقى نجح حتى في إدارته لمصر كل ده ولا حاجة أيوة كل نجحاتك دي ولا حاجة أنت نجحك الوحيد مع ربنا بس مهما خدت ولا حاجة لو أنت وحدت الأقطار كلها أقول لك لو أقمت الخلافة وجمعت الناس وعملت اللي ما تعملش ولا حاجة ربي قد قيتيتم للك وعلى متأم فاطر يا سلامة الله أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنا هموت إزاي دي القضية أنا هجيلك إزاي هموت على الإسلام ولا لا هترضى عني ولا لا هتقبلني ولا لا هتعفو عني ولا لا بعد كل المظالم والمشاكل دي كلها ده مش عاطيني مبرر إن أنا خلاص إن أنا هخش الجنة بغير الحساب فالقضية الكبرى توفني مسلما وألحقني بالصالحين دي القضية لازم أن تشغلنا كلنا أوعى مشاكل الدنيا حتى نجحتها لشيء تفوقتها لشيء نصرها لشيء جمعها لشيء توفني مسلما وألحقني بالصالحين دي اللي سالة صح وده الهم وده الفرح وده الحزن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما حياة الدنيا إلا ما تعال غرور تقولش نافلين عمل وعمل 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 توفني مسلما وألحقني بالصالحين لذلك همي وهمك وهمي الناس مهما فقدنا ما تفقدش دي توفني مسلما وألحقني بالصالحين لو فقدت كل حاجة ما تفقدش صلقتك فربنا سبحانه وتعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين أيها وهو في الدنيا أخيات حكتين ما بيجتموش مع بشر ومع ذلك ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأوين دول حاكتين اللي يمكن تحققه معادي يوم انت واحد ياخد الملك الواحده بس هو مش قاعد بقى السهوة الدعية اللي بيدور على الانتقام لنفسه لمجال اللي هو في الدعوة اللي ينتقل من نفسه استوز محمد زعلو او جمال زعلو او علي زعلو او عايز زيتي الفلان ما هو انا لو دعية عايز كل واحد خلافني قدعو عليه يموت وكل واحد ازاني قدعو عليه يجي له وينتحر يتحرق طيب الناس كلها تتحرق وتولع فيها وعدا وحدي طيب على كل حال يعني في الاخر يعني الدائرة تقفلت زي ما حدك بتقول ربي قد قتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السمد انت ولي في الدنيا والاخر اتوافني مسلم انا عندي تلات نقاط مش هقولها مش هشرح حاجة مش هشرح حاجة عشان اعني صح زبدة سلط يوسف احنا ما خدناش لسه تمام الليل السلحة يجب ان اقوله احنا عدينا منهجيات ده ازمن نشرحها وقولها للناس ايه الفوائد من صورة يوسف رقم واحد رقم اتنين بس كده خلصتها انت انا ما خلصناش لأ خلصنا اجيل الاسبوع الجاي ده انا بقول بس انا بقول المختصر الملخص يعني ايه بقول ان احنا عندنا منهجيات يعني منهجية الصبر منهجية التمكين منهجية التعامل مع الاهل منهجية الحكم نفسها انا ما كان نفسها سيدنا يوسف الحاكم وكيف اضار وكيف خطط وستشراف المستقبل وازي احنا نستفيد منه ده منهجيات نفسها الصورة بعد الاية اللي حالا تكلمت عنها دي الصورة علقت بمنهجيات عايز نشغل عنها بقول اعطالنا رسالة بعد القصة يعني الاسبوع الجاي نتكلم على منهجية التعامل مع الله منهجية التعامل مع الاهل انت عارف ان يا سيدنا يوسف اقل واحد يتكلم في القصة دي كلها خلوها تكلم في الصورة كلها كلها اللي نكلمه سيدنا يوسف كلهم كان عبارة في الاخر من الاول الاخر ففي منهجية نتكلم معنا عايزين نقوله لناس ونقوله القرآن طلب منه ايه بعد القصة لان احنا مش بنحكي حكاية ده حكاية دي عشان بيقوله النهاردة انت مطلوب منك واحد اثنين ثلاثة ده اللي هو قالوه لنا في الايات اللي جاي بعد كده من اخطر الرسائل اللي جاي في الصورة بعد الصورة دكتور جانع ستار يعني انا يعني قبل ما اشكر حضرتك عايز اقول لحضرتك انا من الناس اللي يعني وان كنت عارف ان في ناس عندها عقليات مختلفة وده مؤمن بدا انما انا من الناس اللي عندي احساس انه سر تفرد الشيخ الشيخ الشهيد سيد قدب انه وضع ايده على جماليات القرآن الكريم مش رسائل القرآن وان كان جمالياته انا رأي ان احنا محتاجين الشهيد العظيم العقاري سيد قدب يعني انا بقرأ الكتاب بتاعه في زي القرآن الكريم او التصوير الفني انت قدام واحد بيوقفك قدام حاجات عندما تاخدش بالك منها لانها ضاعت في زحمة الرسائل الموجهة المشفرة من رب العباد من القرآن الى البشر هو وقفك عند مشاهد في القرآن عند كلمات عند زي ما حتك ذكرت هنا مواقف تفصيلية في القرآن الكريم بالضبط كده اصلا هو القرآن وده العبارة دي ممكن نستصحبها بعد كده قد بعض الناس وعالي ممكن نزعن برضه بس بعض الناس قد يستهجنوها القرآن ده عبارة عن بنك اجنة اجنة الجنين يعني جمع الجنين بنك اجنة اجنة اقتصادية وسياسية واجتماعية وفقرية وعلمية وكل حاجة ايه والاجنة دي تاخدها وتنميها فتنجح بها احنا بنعمل ايه محافظين على البنك كده بننظفه نحط عليه حاجة جميلة بس يستدموش يعني لا نستخدم تلك الاجنة في صناعة الحياة لا اجنة مواجهة زراعة اليقين ولا اجنة مواجهة ولا سنة الله تعالى في اقامة الامم ولا في هدم الامم ولا في التعامل مع الناس وتعامل الفجران ولا اقامة الدين ولا اقامة الحياة ولا صناعة الحياة لا القرآن عندنا حاجة للتبرج اجنة ولما بس تجدعان لما واحد يكتشف حاجة نقول الله ده احنا عندنا في القرآن بقول كده انت الجنيد ده قدما انت مستخدمتوش مش هيونتج ما هو انا ما هو دي اللي انا مختلف معك يا دكتور فيدي تفضل يعني انت بتكلم واحد صيني هم معرفش صيني مش هوصل له حاجة يعني انت بتكلم جايب واحد من الصين كده بتكلمه عربي فصحى مش هفهمك او واحد يكلمك انت فرنساوي الاسبوع اللي فات لو كنت حضرتك جيت كنت انا محضر لك سورة التوبة مع يوسف لان شروط المنهجيات دي لا تستقيم الا مع ريسيفر الجهاز اللي حسب ظني واعتقادي وفكري تم تحديد كيفية عمله في سورة التوبة رائع جدا احنا لقوا موضوع مختلف طبعا سورة يوسف بمنهجياتها اه بس انت بتكلم واحد عنه التعامل مع البلاء ازاي التعامل مع ناجة الله الريسيفر مش شغال اصلا الريسيفر دي بيشتغل ازاي بنعلموه له طيب بيتعلم مواصفات الريسيفر انا والله حضرتك حاجة معلش في ناس كتيرا انا بلتقي بسافر وبلتقي بناس كتيرا وبيحضروا الحلقات ايه الناس بيتعاملوا بالمنهجية هذه ويحققوا بيها نجاحات احسن من اللي احنا بقولها مئة مرة اللي احنا بنعمله بنحاول نحرر كلماء الراكة في هذه الجزئية بيقول لأخواننا عايزين نفهم القرآن مش نقرأه عايزين نفكر فيه عايزين نعيده تمام جدا وحضرتك بتقول لي لا انا فهمها غلط دي الآن دي يفهم منها التناقض مش معناه انك انت مختنع انا عايز استسير فكرك وزهنك وعقلك وانت عمد زينا كده واتطلع احسن منه بكتير الشخص هي تقبل بيقول كده بيقول انا لا استطيع ان اصف ما اراه ولكني استطيع ان اكتب بعض العبارات التي تأخذ القارئ حتى يصل الى المكان الذي انا فيه فيرى ما اراه انا مش عارف اوصفه انا عايز اقرأك تشوف بس لكن انا مش هقدر اوصف لك ما اراه فبالتالي احنا بنقول للناس تعال شوف انت ستسبقنا تعال تعامل انت هتسبقنا فكر انت هتسبقنا دي المناجية لحنا بنسوقها القرآن جدير بانه يغير حياتنا كلها في كل مجالات حياتنا انا الاستاذ الدكتور جمال عبسطار باشكر حضرتك جدا ان شاء الله ان شاء الله نشوفك في الحلقة القادمة وختام للصورة تيوسف ان شاء الله باشكرك جدا الى هنا انتهت الحلقة وانتهت حلقات اللي احنا بدأنا يعني اول السنة ده ثاني يوم في السنة والله اسبوع جميل جدا نعده بسرعة حلقة واحدة انما يعني كل عام انا بشكر الدكتور جمال عبسطار والله الواحد بيستفيد منه كتير جدا وبشكر زميلي في السوديو وفي الاعداد وفي الكنترول وبشكر قبلهم حضرتكم كنتوا ناس كتيرة بتسأل على فقرة الدكتور جمال يعني احنا مش مؤثرين فيها والله اللي بنقدر نعمله بنعمله انما ان شاء الله تبقى الفقرة مستقرة ومستمرة الى ان اراكم ان شاء الله يوم الخميس يوم الخميس ده في القناتي انا على اليوتيوب ورواية تربية بشرر العبدو خال السعودي ان شاء الله اشوفكم المستبت في حلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة اسبوع الى خير موسيقى كان أصل طالع في مصر النار